لما نقول خلاص بالإيمان ماذا نقصد أنه فقط أن نؤمن بالمسيح ونخلص طبعا الإيمان في رسالة رومي أصع عشر بيحدد نوعياته لأن الإيمان في الكتاب المقدس كما نعلم أنواع في إيمان عقائدي كان أغرباس يؤمن بالأنبياء ولم يخلص في إيمان شياطين لأن يعقوب 219 يقول والشياطين يؤمنون واخشعرون في إيمان سطحي لكن الإيمان المذكور أنه يخلص في رومي أصحح عشر يقول إن آمنت بقلبك بالرب يسوء آمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات المطلوب إذن الإيمان بالقلب وليه الله ركز على الإيمان أقدر أقول ببساطة الإيمان هو العملة التي يتعامل بها الله الله لا يتعامل بعملة أخرى مش أي عملة تنفع مع بنك السماء لا توجد ما ينفع في بنك السماء إن جاد أن نسميه إلا عملة الإيمان في عبرانيس 11 الآية 6 بيقول ولكن بدون إيمان لا يمكن إرضاء الله أنا ببساطة بقول إن الإيمان هو التوصيلة اللي بتوصل الإنسان بالله أنا متفاصل عن الله أنا متجنب عن الله الله اتجه إلي بالنعمة أنا بتجي إلى الله بالإيمان وعشان كده في أفاسوس 2 8 قال لأنكم بالنعمة أنتم مخلصون وبعدين قال بالإيمان يعني بالنعمة ولا بالإيمان في الحقيقة بالنعمة بالإيمان من جانب الله نعمة من جانب الإنسان إيمان يدى الله الممدودة إلي أنا الإنسان الخاطئ المسكين عندما يمد الله يده إلي أقول إن إيدى الله الممدودة إلي هيدي النعمة وعندما أمد أنا يدي لكي أتناول عطية الله هذا هو الإيمان قد يمد الله يده وليس من يجيب محدش عايز الله مش هيغصبنا ان ناخد الخلاص هو مد ايده بالنعمة انا مطلوب ان اعمل ايه امد ايدي بالايمان يقول لنا مثلا المسيح في ماركو الستة لم يعمل اية واحدة في ذلك المكان لسبب عدم ايمانه عنده استعداد يعمل هو جاي يخلص ويبارك ويشفي ويطلع الشياطين من الناس عمل كتير لكن في هذا المكان لم يعمل ولا اية واحدة لسبب عدم ايمانه النهر ماشي وفيه ارض عطشانة محتاجة انها ترتوي بالماء كل المطلوب انك تعمل اناية صغيرة تدي من النهر الكبير للارض العطشانة اذا فعلت ذلك هترتوي الارض الله غني لكل اذا ما كانش عندك ايمان مش هتاخد